أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبَصَالِهِمْ وَغِشَامَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُ وَمَا يَشْعُونَ في قلومهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أَلَا إِنَّهُمُ الْمُؤْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَامِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنومن كما آمن السفهاء أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَبْ لَا شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزم بهم ويمدهم في طريانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم العمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين فكادوا البرق يخطفوا بصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم لغة فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وفودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يرشط ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليثة قالوا أتجعل فيها من يبسد فيها ويسفك ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على البلائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنجل عليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليز أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكننت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرما هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اذبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرض ومتاع للاحين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التوام الرحيم قلنا اهبطوا منا جميعا فإما يأتينكم مني إني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرغون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتعمرون الناس بالبر وتنزون أنفسكم وأنتم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنه إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعة ولا يوخذ منا عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون يذبحون بناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسفون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كله ناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقثائها وفومها وعدسها ومصليها قال أتستبدلون الذي هو أدنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكرة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكثرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آدُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِينَ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لَآخِرِ وَعَمِلَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَوْمُ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَا خَدْنَا مِنْفَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة الخاسئين فاجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تومون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع صفراء فاقع لونها تصر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابى علينا وإنها إن شاء الله لأمتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض ولا تسطي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجدت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نطربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة يا وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه لالنار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم